موعد لموجز لأهم وآخر انباء مع مصطفى كفافي تفضل لمصطفى شكرا لك محمد أنت ساعة صباحا هنا في القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي التي تصضيفها مصر تأتي في وقت حاسم يوجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وشدد الرئيس السيسي في كلمته بافتتاح النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي على ضرورة حجد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي اتصالا هتفيا مع نظريه السوداني يوسف أحمد الشريف خلال هذا الاتصال استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الدخلية في السودان وعرب وزير الخارجات المصرية عن الدعم المصري الكامل للمؤسسات السودانية وشدد على ضرورة احترام السيدة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها أدانت مصر بأشد العبارات الانسحاب الإسرائيلي من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونورو وتوقف عملها بشكل رسمي داخل فلسطين وفي بيان صادر من الخارجات المصرية أكدت القاهرة أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصاريخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة ويعد أيضا استخفافا مرفوضا بأجهزة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وشددت مصر على أن دور الأونورو لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وأن على مجلس الأمن الدولي للطلاع بدوره كاملا من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعص الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها قوة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها اعترضت مسيرة آتية من الشرق فوق جنوب إسرائيل في منطقة البحر الميت دون أن تحدد حتى الآن مصدر المسيرة بالتزامن أعلن حزب الله اللبناني شن هجمات ورشقات صاروخية استهدفت مواقع ومستوطنات تابعة الاحتلال في شمال إسرائيل وأوضح حزب الله أنه تم قصف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون وعددا من المستوطنات برشقات صاروخية متعددة تنطلق اليوم عمليات التصويت في الانتخابات الأمريكية في أكثر الانتخابات تقاربا في حظوظ المرشحين الرئيسيين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هارس قال ترامبا للحشود في آخر تجمعاته الانتخابية في ولاية ميتشيغان المتأرجحة قال إن بتصويتهم يمكن حل كل مشكلة وقيادة الولايات المتحدة والعالم نحو ما أسماه بقمم مجد جديدة من جانبها حذرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئيسية الأمريكية كاميلا هارس خلال آخر تجمع انتخابي لها قبل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع حذرت من أن هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ الأمريكي ودعت جميع الأمريكيين للتصويت وقالت هارس إن لدى الولايات المتحدة الفرصة لأن تطوي أخيرا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام في إشارة إلى منافسها الديمقراطية دونالد ترامب أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق والمعروف أيضا باسم بحر اليابان تأتي هذه التجربة الصاروخية عقب أيام من إعلان بيونج يانج أنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تطور نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وردت عليه الدول الثلاث بمنورة عسكرية مشتركة وهذه نهاية الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل اشتركوا في القناة